يتناول الأوراس عمارة و عمران كما قلنا فن العمارة بالأوراس من أعظم ما توصل إليه الإنسان الأوراسي في تاريخه حيث استطاعت هذه العمارة أن تثير اهتمام الباحثين وتستقطير الكثير منهم خاصة الغرب فقد تمكن الإنسان الأوراسي من إمتاج عمارة مثالية من كل الجوانب كما يتقع عليها عمارة بدون معمار أين خلق توازنا بينه وبين عمارته و وسطه الطبيعي دون حرف أو تنص وأنتج العالم معمارية و عمرانية ما زال تتوغل اليوم من هذا في أعماق جبال الأوراس وتتوزع على دفاف أوتيتها الكبيرة لترصغ بذلك لوحة فنية عمالها أصالت وتراث معماري بالأوراس هذا التراث الذي تم تصنيفه سنة 1928 و من قبل فرنسا و إعادة الجزائر تصنيفه سنة 1964 كدشرة منعة ودشرة تاكوست كقلعبان والواقلعي بالفل لكن هذه المواكع الآن هي في غياه بأنيسيا هنا اللوحة فنية تبرز لنا عضوة جبل عمارة الأوراسية المتمثلة في قلعة أخريب ببانيان ويليت بسكرة هذا يطلع التي بنيت بشكل دائري بالنسبة لمداشر الأوراس ما المقصود بمداشر الأوراس هي تلك التجمعات السكنية ذات نسج العمبراي الخثيف تتموضح في أماكن صعبة على حواف صخرية أو ملتصقة بإنحدارات شديدة تظهر على مستوى السفوح الموطلة على الأودية بشكل متدرج من الأعلى إلى الأسل وهي ذات مواكع قريبة من المياه البعض منها يقع على سفوح الجبال وعلى دفاف الأودية والبعض الأخر يقع على مرتفعات سخرية بشكل عادي من الكاتف يطلق عليها باللغة الحلية هغروت بـ 13 تتكوت مداشر الأوراس ليس لها نموز موحد للتخطيط ولكنها تكون إنسجامتها مع محيطها البيئي في الشكل واللون والمواد المحلية المستعملة في البناء ينقسم المجال فيها إلى مجال فلاحي مجال سكاني ومجال مختلف المرافق هنا اخترت نوعان نوع المداشر التي تبنى بواد الأبيض ونوع الثاني هو مداشر واد عبدال بالنسبة لمداشر واد الأبيض هنا تتميز بخاصية القلاع تبنى فيها قلعة التخزين أولا ثم بعد ذلك يبنى المسجد وتبنى السكانات هنا قلعة التخزين حددتها البحية الفرنسية تيراز ريفيار بين أول ستة قلعة مثل ضشرة تكوت كما نلاحظ في هذه الصورة نلاحظ القلعة أو المخزن الجماعي في الأعلى ثم بعد ذلك المسجد مع السكانات في الجهة السفلية بالنسبة لمداشر واد عبدالي هذه المداشر يبنى فيها المسجد أولا ثم بعد ذلك تبنى السكانات فهو شكل تلك الهضبة التي بنيت عليها بينما عملية التخزين تكون في غرف أو في أو في المطهورات كما نطلق عليه المحليا هي السرفين وهنا مصطلح حقلية نجده أيضاً ولكن يطلق على القرية السكانية بأكملها فنقول مثلاً حقلية المنعب كما نلاحظ هنا تشارة المنعب التي بنيت في أعلى الهضبة بنيت فيها المسجد أولاً ثم بعد ذلك بنيت السكانات فأخذ تلك الدشرة شكل تلك الهضبة ننتقل الآن إلى منطقة الدكوتس ترجم نشأة تاريخية هذه المنطقة إلى عدة قرون هناك من يربط نشأتها بالعهد الروماني ولكنها تعود إلى قرون قبل العهد الروماني وهذا من خلال الغثار التي نجدها متواجدة إلى يومنا هذا في المنطقة كمثلاً كالقبور النوميدية ويقال بالنسبة لتسمي تكوت يقال بأنما أخذت اسمها من اسم ملكة المنطقة في تلك المرحلة الرومانية التي كانت تدعى كوتا وهو اسم أمازيغة يعني جوهرة ويمتبق بشوفت وذلك المصادر أخرى أشارت إلى أن تكوت تعني الحسم أو القلعة المبنية فوق مرتفع قرب الماء وهذا ما نجده وهذا ما نجده في القرية العاتقة التي كانت في السابق عبارة عن طلاع كديمة جداً مبنية على مرتفع صخرين ونلاحظ موقع الجوهرة في لها بالنسبة لي إلى إثباتنا كما قلت تحتوي على عدة قرى هذه القرى تتميز بوجود خاصة في قدع نذكر منها قرية تاغيت سأحاول فقط الإختصار هنا نلاحظ قرية تاغيت صورة قديمة وصورة حديثة هنا ثم نلاحظ صور للقلعة قرية القصر قرية القصر هي الأخرى تتميز بوجود هذه القلاع وهي خمسة قلاع سميت نسبة إلى الفرقة أو حرفيقة التي أسستها هنا نلاحظ القلعة مع القرية ثم قرية شمع كانت تميز بوجود ستة قلاع متجاورة وقرية جعل الله هي الأخرى كانت تميز بوجود ثلاث قلاع قلعة كبيرة جداً كانت تحتوي على عشرة طوابط مطلقوا عليها اسم هامراوث أو قلعة لعشور هامراوث مسبة إلى عرض الطوابط يعني عشر عشرة باللغة الأمازيانية وامراوث للأسف هي الآن أصبحت مجرد بقايا فقط من الحجارة هنا نلاحظ صور الانفلاع المتباقية والصورة الأولى هي لجامع الولي صالح سيد يليسا بجار الله ننتقل الآن إلى دشرة طوابط دشرة طوابط دشرة طوابط كما قلت هي من نوع القرى الأولاسية المبنية على مرتفع سخري وتتميز بعمارة محلية أمازيلية مئبينية يطلق عليها اسم هاروت نسبة إلى شكل مرتفع والمعالي الذي بنيت عليه الشكل العظيم الكتف هنا أهم المعالي التي تصخر بها دشرة حاليا لدينا مسجد سيدي عبد السلام من مبني سنة 1500 مبني المياه كذلك سمي نسبة إلى ذلك الولي الصالح سيدي عبد السلام وحضر خزين المياه الذي يعود إلى عدة قرن دشرة تقود سنوات الثلاثينات هناك ما قلت يامينا من القرى الأولاسية المبنية بشكل عمودي على مرتفع سخري قال عنها كولود ووريس روبال في مقاله الذي تناول فيه زيارته للمنطقة بأنها نموذج مثالي للتشرة الشاوية الأمازيغية التي تتجمع مساكنها جنبا لجنب متحدة كتلة واحدة على شكل مدرج تتميز بنسيج عمراني مطارس في جهة السفلية متفرق في جهة العلوية وتحيط به البساتين من الجهة السفلية وهي بساتين ذات مصاطق أو ذات مدرجات نسيج عمراني فيه ثلاثة عرصة أساسية أولا القلاع ثم المسجد ثم المساكن هنا نلاحظ نسيج عمراني القديم لبشرة الكوتس القلاع فيه على ثم السكنات بعد ذلك البساتين من الجهة السفلية قلاع تخزيننا سميت حسب الفرق التي أسستها لدينا ثلاث قلاع القلعة الأولى هي هاقليحة السعدون ثم القلعة الثانية هاقليحة عبد الرزاق والقلعة الثالثة هي قلعة مورابتين هاقليحة ثنما عبد الرزاق بالنسبة للشارة كوتسنوات السرينات هنا كما كلها أعرفت تغيير جذري على مستوى نسيج عمراني حيث تم هدم جزء كبير من سكانتها وأعيد البناء حي جديد في مكان تلك السكنات ثم إنشاء طارق جديد يعني هذا ما أدى هنا نلاحب نسيج عمراني جديد هذا ما أدى إلى تغيير جذري وتغيير كبير التغيير هنا يمكن أن نقول أنه بفعل فاعل يعني ليست بتأثير العوامل الطبيعية هنا القلاع المتبقية القلعة الأولى هي القلعة الأولى هي القلعة الأكثر تضررة بقي منها طابق الواحد فقط القلعة الثانية كانت تتكوى من مجمعين انهار منها مجمع وبقي مجمع ما زال يستغل اليوم من طرف السكان والثالثة هي الأخرى ما زالت تستغل من طرف السكان وانهار منها طابق واحد ننتقل إلى تفيد حماية وتثمين التراث المعماري والمراني هنا عرفنا بأن التراث المعماري لهذه الدشرة أو سواء كان لدشرة تكوت أو لكل مداشر الأوراس يعاني تظهورا كبيرا وذلك بسبب غياب الواعي بالأهمية التاريخية والمعمارية لهذا نوع من الطرف وحق الملكية الفردية والسعيد دائم للتغيير من واكدة العصر وكذلك في مقدار الاهتمام من طرف المصالح المختصة وغياب القوائم التي تمنعه للتدخولات السيدية على مثل هذه المعالي وهو ما الذي كنته أن تونه interpret أستمر على كانت ت Büch olph مشاهدة عمل انه لكنه يسمى لا بدأ تتخلع الفردية على خفز الليل Focus بها المżنزل وكي تستمتلك من ح siaلم من حالهم يهم شكرا